ويعقد وزراء الخارجية بدول الخليج العربية سلسلة اجتماعات همى على مدار يومين مع نظرائهم في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لبحث تطورات الملف اليمني خاصة بعد افشاد انقلابين لمحادثات السلام التي اصدفتها دولة الكوبايت ويحضر اجتماع نائب وزير الخارجية روسيا والمبعوث الاممي الخاص الى اليمن اسماعيل ولدشيق احمن سعيا لتحريك الملف اليمنية تشهد مدينة جدة على مدار يومين سلسلة اجتماعات هامة تضم وزراء خارجية دول مجلس التعاون دول الخليج العربية بالاضافة الى وزيري خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وذلك بحضور المبعوث الاممي الخاص الى اليمن اسماعيل ولدشيخ احمد لمناقشة الازمة اليمنية ويأتي هذا الاجتماع في ظل التطورات الميدانية في البلاد بعد افشاد الانقلابيين لمشاورات السلام التي رعتها الامم المتحدة في الكويت وكانت العاصمة البريطانية لندن قد شهدت اجتماعا لوزراء خارجية السعودية والامارات والولايات المتحدة وبريطانيا حيث تم خلاله تأييد المقترح الاممي للحل في اليمن وهو الامر الذي سيتكرر في اجتماع جدا ويشارك في الاجتماع ايضا نائب وزير خارجية روسيا ميخايل بغدانوف الذي اكد في لقاءته مع مسؤولين يمنيين استمرار دعم موسكو لشرعية الرئيس هادي واعتبار الخطوات التي اقدم عليها الانقلابيون في صنعاء انفرادية ولا تعترف بها موسكو وقالت مصادر قريبة من الاجتماع ان الخطوة الاهم امام طاولة المؤتمرين تتمثل فيما قاله مسؤولون بان المجتمعين ربما يلوحون باتخاذ اجراءات عقابية دولية اذا رفض الانقلابيون قبول خطة السلام الاممية السفير البريطاني في اليمن اقر بان تعزيز الانقلاب من خلال المجلس السياسي الانقلابي وغيرها من الخطوات المنافية للدستور تعكس سوء نية واضحة من الانقلابيين وتكرس زيادة العنف في البلاد بدلا من تعزيز سبل الحل